السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد وفيديو جديد إذن درسنا اليوم هو تقديم التناسبية جدول أعداد متناسبة إذن سبق لنا وشفنا في الحصص الماضية درس ديال نحو التناسبية والعلاقات العددية فيما بينهم ما قلنا؟ قلنا أننا نحصل على أعداد العمود أو السطر الثاني في كل جدول انطلاقا من أعداد العمود أو السطر الأول إذن إذا كان عندي واحد الجدول وفيه جوج ديال الأسطر السطر الأول أو العمود الأول والسطر الثاني أو العمود الثاني كيف ما كان سواء كان عندي بشكل أفقي أو لكان عندي بشكل عمودي وما عنديش الأعداد ديال السطر الثاني ولكن عندي الأعداد ديال السطر الأول إذن هذوك الأعداد دي السطر الثاني يمكن لي ينحصل عليهم انطلاقا من أعداد السطر الأول أو العمود الأول ذلك بإضافتي أو طرحي نفس العدد أو الضرب في نفس العدد أو القسمة على نفس العدد إذن ضروري كي خصني باش كنتقل من عمود إلى عمود أو من سطر إلى سطر خصني نقوم بعملية من هذه العمليات إما هذوك الأعداد اللي عندي في سطر الأول كنضيف عليهم أو لا كنطرح أو لا كننضرب أو لا كنقسم باش كنحصل على الأعداد دي السطر الثاني ولكن خصني نضرب فيهم كاملين ماشي نضرب غير في اللول مثلا الأعداد اللول غدي نضرب في ثلاثة وغنجي لعدد ثاني غنضرب ثاني غنقسم على ثلاثة أولا غنطرح ثلاثة لا إلا العدد اللول ضربت في ثلاثة خصني الأعداد اللي الأخرين كاملين نضربون في ثلاثة إلا طرحت خصني نطرح كل شي إلا قسمت نقسم كل شي نعم إذن الآن في هذا الدرس هذا فهو تابع لهذا الدرس تقريبا هذي كانت غير بداية ديال التناسبية إذن الأهداف ديال هذا الدرس هذا هو التعرف وملء جداول تناسبية ثم تمثيل وضعية أعداد تناسبية بواسطة رسم بياني إذن لاحظوا معي سنبدأ بالنشاط الأول ويقول تمانوا واحد كيلوغرام من التفاح هو ثلاثة عشر درهما إذن كيلوغرام واحد من التفاح قيمته ثلاثة عشر درهما أملأ الجدول وأحسبوا ثلاثة كيلوغرام من التفاح إذن لاحظوا معي في هذه المسألة هذه فأنا كنعرف ثلاثة كيلوغرام الواحد اللي هو ثلاثة عشر درهما من التفاح إذن إلا بغيت نعرف ثلاثة كيلو ديال التفاح شحل غادي نخلص ليهم أنا بغيت نشري مثلا ثلاثة كيلو ديال التفاح ما بغيت شغل كيلو واحد ولكن كنعرف الثامن ديال كيلو ثلاثة كيلو الواحد هو تلطاش إذن ثلاثة كيلو شحل ثامن ديالهم إذن هاتش نغنتعرفوا علي إن شاء الله فتجدوا هذا إذن لاحظوا معي شنو قالت هنا يا هاد البنت ثلاثة كيلوغرام من التفاح هو ثلاث مرات ثلاثة وواحد كيلوغرام من التفاح إذن حاجة طبيعية إذا كان عندي 1 كيلو جرام يساوي لي 13 درهم إذن 3 كيلو رح أعطي لي 13 درهم زائد 13 درهم زائد 13 درهم هذا هو الثمن ديال 3 كيلو جرام إذن طريقة أخرى لحظوا معي عندي 1 كيلو جرام شحالك يساوي 13 درهم ولكن أنا ما بريدش 1 كيلو جرام أنا بريد 3 كيلو جرام 3 كيلو جرام إذن شحال سيكون ثمن ديالهم هي 13 زائد 13 زائد 13 13 زائد 13 زائد 13 إذن هذا الشي اللي غير يخرج لي هنا هو الثمن ديال 3 كيلو جرام من التفاح إذن 13 زائد 13 زائد 13 هي 39 نعم إذن نمشي نشوفون جدول دابة كتلة التفاح بالكيلو جرام في الحسن الثمن والتفاحية وفي الخانة الثانية عندي 8 إذن الخانة الأولى عندي الكيلو جرام الواحد 3 كيلو جرامات اللي هو اللي غير نحسب آنا الخانة الثانية عندي فيها الثمن بالدرهم إذن ما هو ثمن كيلو جرام واحد هو 13 درهم وما هو 8 إذن 3 كيلو جرام هو اللي كنا حسبنا قبيلة وخرجت لنا 39 درهاما إلا بغينا نحسبوه انطلاقا من هاد الجدول هذا إذن لاحظوا معايا كيفاش نتاقلنا من هاد الخانة لهاد الخانة نعم إذن ضربنا مثلا في 3 إذن باش كنتاقل من 1 ل 3 غنضرب في 3 كذلك ومثال بالنسبة للسطر الثاني إذن باش غنطاقل من هنالهنة غنضرب أيضا في 3 إذن طاقلت من هنالهنة بالضرب في 3 حتى هنا غنطاقل من هنالهنة بالضرب أيضا في 3 إذن 1 في 3 تساوي 3 13 في 3 تسعة وثلاثون إذن القارج هو تسعة وثلاثون درهاما هو ثمان ثلاثة كيلوغرام من التفاح نعم ننتقل للنشاط رقم اثنان ويقول ثمان خمسة كيلوغرام من البطاطس هو خمسة عشر درهاما وتمان ثلاثة كيلوغرام هو تسعة دراهم لاحظوا معا ثمان خمسة كيلوغرام من البطاطس إذن غادي نبدو أول حاجة بالبطاطس ثمان خمسة كيلوغرام هو ماذا هو خمسة عشر درهاما إذن دائما أنا كنفضل أنا نخدمه بحلقة في الواسخ باش كتبالينا هذيك المسألة أكتر نعم ثمان خمسة كيلوغرام من البطاطس هو خمسة عشر درهاما وتمان ثلاثة كيلوغرام هو تسعة دراهم إذن ثمان ديال خمسة كيلوغرام هو خمسة عشر درهم والثمان ديال ثلاثة كيلوغرام هو تسعة دراهم إذا نتمم أملأ كل جدول وأحسب ثمان اثنان كيلوغرام من البطاطس وتمان ثمانية كيلوغرام من البطاطس إذن هنا بعد ما أعطونهم هادو هادو هم المفتاح اللي أنا غنقدر نحسب من خلالهم اثنان كيلوغرام من البطاطس وتمانية كيلوغرام من البطاطس إذن أنا حالياً بغيت 2 كيلوغرام من البطاطس لأنا ما عارف الشحال وأيضاً بغيت 8 كيلوغرام من البطاطس شحال هو الثمن ديالهم لأيضاً أنا ما عارفين شحال إذن هذو هما اللي إحنا بغينا نحسبوه إذن نشوفوا داب الجدول إذن الخانة الأولى شنو عندي فيها كتلة البطاطس بالكيلوغرام إذن هنا يا عندي الكوتل وهنا يا عندي الثمن بالدرهم اللي هو هذا إذن كتلة البطاطس بالكيلوغرام عندي خمسة كيلوغرام شحال الثمن ديالهم خمسة عشر درهم الكتلة ديال ثلاثة كيلوغرام اللي هي هذه شحال الثمن ديالها هو تسعة تسعة دراهم نعم إذن ما هو ثمن اثنان كيلوغرام اللي هو بغينا نحسبوه من هنا ما هو ثمن اثنان كيلوغرام إذن هنا غنحسبوه اثنان كيلوغرام وهنا غنحسبوه تمانية هما هدو اللي اللي اعطونا احنا باش نحسبوهم ثمانية واثنان إذن إلا بغيت نحسب الكتلة ديال اثنان كيلوغرام لاحظو معايا هنا كيفاش نتاقلنا من عند خمسة لثلاثة شنو درنا درنا عملية الطرح إذن خمسة ناقص ثلاثة تساوي ماذا؟ تساوي اثنان اللي هي الكتلة اللي احنا بغينا نحسبوه هي اثنان كيلوغرام هنا را عندي الكيلوغرامات إذن هنا درنا عملية الطرح نتاقلنا من هنا آفوا من هنا اللي هنا بالطرح درنا خمسة ناقص ثلاثة تساوي اثنان إذن أيضا كيفاش نحصل على هذه ندير نفس العملية اللي درتها هنا ولكن لا نخدمش بخمسة وثلاثة نخدم بهذا الأعداد اللي عندي هنا ولكن ننضع نفس الإشارة اللي أنا خدمت بيها درت خمسة ناقص ثلاثة حتى هنا سنضع هذه العدد ناقص هذه العدد إذن خمسة عشر ناقص تسعة هي اللي غتكون عندي هنا خمسة عشر ناقص تسعة كم تساوي تساوي ستة إذن حصلنا على الجواب بلا عمليات بلا تشي حاجة إذن ثمان خمسة كيلوغرام هو خمسة عشر درهم ثمان ثلاثة كيلوغرام هو تسعة دراهم وتمان اثنان كيلوغرام من البطاطس هو ستة دراهم نعم نمر إلى الجدول الموالي إذن عندي هنا باش نحسب الكتلة Ward 8 كيلوغرام إذن الاحظوا معي هنا كيفاش انطاقلت من هنا من هنا إلى هنا إذن شنو درنا الجمع درنا خمسة زائد ثلاثة خمسة زائد ثلاثة إذن هنا ستصصح عملية الجمع مشي بحل هنا أصبح عملية الضرح خمسة زائد ثلاثة 30 كيلوغرام 啥 حلطهني تمانية كيلوغرام بطبيع الحال نفس العملية اللي غد نخدم بيها بسطرة الثانية ولي هي التمن إذن غد نضيف سنضيفه على الثمان ديل 3 كيلو جرام إذن 15 زائد 9 دراهم كم تساوي نعم تساوي 24 إذن 8 كيلو جرام من البطاطس هو 24 درهم نعم لاحظوا معي هنا تعطوني 8 5 كيلو جرام من البطاطس هو ماذا؟ هو هذا 5 كيلو 15 درهم إذن 15 درهم 8 8 كيلو جرام من البطاطس هو 24 درهم نعم نمر الآن إلى النشاط الموالي ويقول يقطع أحمد مسافة 3 كيلو متر في مدة 35 دقيقة مشيا على الأقدام إذن أحمد يقطع واحد المسافة وهي 3 كيلو متر في واحد المدة 35 دقيقة مشيا على الأقدام السؤال هو كم يلزمه من الوقت لقطع مسافة 12 كيلو متر إذن دائما مني كيعطوني بحالة المسألة بحلاكة يعني كيعطوني مثلا عدد الكيلو مترات وكيعطوني المدة وكيزدو كيعطوني السؤال فيها إلا بغينا هاد الكيلو مترات شحال غادي نقطعه في هديك شحال خصنا لها ديال الوقت إذن كنكونوا عارفين أننا غادي نخدمه بجدول التناسبية ويقول الجدول في الخانة الأولى المسافة بالكيلو متر والخانة الثانية عندي فيها المدة الزمنية بالدقيقة حينت أنا هنأش نعطوني عدد الكيلو مترات وعطوني المدة إذن حتى الجدول غادي تكون فيه المدة وغادي تكون فيه هذا المسافة بالكيلو متر إذن لحظوا معي هنا عندي ثلاثة كيلو متر هي المسافة اللي قطعها أحمد في كمين دقيقة في خمسة وثلاثون دقيقة إذن هناك تكون عندي عدد الكيلو مترات وهنايا عندي دقائق إذن ثلاث كيلومترات في خمسة وثلاثون دقيقة إذن شحال غادي يلزمو باش يقطع شحال المدة الزمانية اللي غا تلزمو باش يقطع 12 كيلومتر إذن تابهوا معايا هنايا إذن باش نتاقلنا من هنا لهنا شنو درنا ضربنا فاش في ربعة إذن ثلاثة ضربناها في ربعة أعطا تنا 12 هكا قنخدمو جدول تناسبية كنشوف شنو هو العدد اللي غادي نضربه أولا غا نقصم عليه أولا غا نطرحه أولا غا نزيده وغادي يعطيني هادك العدد الآخر هو نفسه اللي كنخدم به في ستر تاني إذن هنايا ضربنا في أربعة أعطا تناقية 12 إذن أيضا هنايا غادي نضرب هاد العدد في نفس العدد اللي ضربت فيه في الأول اللي هو أربعة إذن هنا ضربت في ربعة حتى هنا غادي نضرب في ربعة إذن 35 وتلاتين. في أربعة ولكن هنا ما اتنسوش عندكم تديروا ثلاثة فربعة ايضا هنا لا هنا كنمشي يمكن نخدم بالاعداد دي السطر اللول. هنا كنخدم بالاعداد دي السطر الثاني ولكن كنضرب في نفس المعامل اللي ق sama dam wow. اذا هننا يا ضربت فربعة حتى هنا قضر في اللول ولكن اخدم خمسة وثلاثون في اربعة تساوي ماذا؟ مئة نعم نمر الآن إلى النشاط الموالي ويقول يبين الرسم البياني التالي كمية الوقود بالليتر التي تستهلكها سيارة حسب المسافة المقطوعة بالكيلومتر استعمل الرسم البياني وأملأ الجدول إذن هذا هو الجدول وهذا هو الرسم البياني كل وضعية تناسبية تمثل بمستقيم يمر من النقطة التي معلمتها 00 إذن لاحظوا معي هنا هذا الرسم البياني هذا فيه واحد المستقيم إذن هذا المستقيم هذا هو اللي يعطيني جدول تناسبية إذن إنفوك يكون عندي هذا المستقيم هذا ماشي مستقيم مثلاً كان عندي منعراج بحلاكة ما غيكونش عندي هنا جدول تناسبية إذن مهما نشوفه بحلاكة بشكل مستقيم غادي نعرف بلي را كيحقق لي واحد الجدول دي التناسبية إذن كيمثل لي تناسب نعم إذن وكيخصو يكون مار من صفر هي هادي صفر صفر يعني هاد المستقيم من صفر دياله وهاد المستقيم من صفر دياله يكون مار من هنا بشكل مستقيمي يعني مني كنناخد المستارة وكنديرها علي بحلاكة كيخرج لي مستقيمي نعم إذن دابا مشو الملء الجدول إذن عندي الخانة الأولى فيها المسافة بالكيلومتر الخانة الثانية فيها الوقود باللتر هاد الشي اللي عندي هنا في المسألة عندي اللترات وعندي الكيلومترات إذن خمسونة كيلومتر شحال غادي تسهلك لي ديال الوقود باللتر منين غادي نجيبها من هاد الرسم البياني هادا إذن كان مشي كنقلب على العمود اللي فيه المسافة بالكيلومتر وش هو هذا أو لهو هذا إذن هنا يا هاوة كنقرأ وهنا عندي الوقود باللتر إذن في هاد العمود كيمثل لي الوقود بينما هذا اللي بالأزرق كيمثل لي المسافة بالكيلومتر اللي هي هاد بالأزرق المسافة بالكيلومتر كنجي عند خمسون اللي هي طوالية هنا في الجدول ها هي خمسون شوها ها هي خمسون وكنمشي حتى لعند هادك المستقيم وكنسقطها للعمود الآخر إذن ها أنا غا نمشي حتى لعند المستقيم وغادي نسقطها للعمود الآخر فينغطي حليا في ثلاثة إذن هنا غادي نفهم بالليرة في خمسين كيلومتر كتستهلك لي ثلاثة لترات من الوقود إذن هنا غادي تكون عندي ثلاثة إذن لاحطوا معي هنا فهذا الرسم البياني هذا فهو كيسهل لي الحساب ما كان حتاج لنحسب لتشي حاجة نعم نمشي ودابه هنا أنا أعطوني العكس أعطوني عدد اللترات وما أعطونيش الكيلومترات إذن غا نمشي لهذا الكورب ديال اللترات اللي هو هذا إذن فينا هي السا هي هادي ستة لتر هاي حنت عندي اللترات ستة لتر غادي نمشي حتى لعند هذا المستقيم وغادي نسقط على المسافة اللي هي غا تخرج لي مئة كيلومتر إذن تلزموني ست لترات في مئة كيلومتر ست لترات في مئة كيلومتر نمشي ودابة للمئة وخمسون كيلومتر ها هو الكيلومترات إذن فينا هي مئة وخمسون هي هادي كان نمشي كان نمشي حتى لعند المستقيم وكان سقط على العامود الآخر ديال الوقود في نغطي حليا في تسعة إذن تلزموني تسع لترات في مئة وخمسون كيلومتر ثم أخيرا اللترات هما إثنى عشر اللتر إذن شحالك تلزمني ديال المسافة اللي غنقطعها بهات 12 اللتر غنمشي عند العامود ديال اللترات أو العامود ديال الوقود اللي هو هذا غنمشي عند إثنى عشر هي هادي وغادي نمشي معها حتى غنوصل عند هاد العامود هاد العامود هذا أو هاد المستقيم وغادي نسقطها على العامود ديال المسافة بالكيلومتر غطح ليه في مئتان إذن استهلكوا إثنى عشر اللتر في مئتاني كيلومتر نعم إذا نمر للنشاط الموالي نعم نمر الآن للنشاط الأول صفحة 113 أتمم ملء جدول الأعداد المتناسبة التالية إذا هنا عندي واحد جدول ديال التناسبية غد نحاول نملؤه بشرط أن تكون أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني السطر الأول هو هذا اللي فيه كمية الزيت باللتر السطر الثاني الثامن بالدرهم إذا هنا عندي واحد لتر شحل الثامن دياله بالدرهم هو أربعون درهم إذا إذا لابغيت نعرف الثامن ديال ثلاثة لترات و ديال خمس لترات و ديال تسع لترات خاصة ننشوف شنو هي العملية اللي غندير يعني كيفاش غنطاقل من هاد الأعداد للأعداد دي السطر الآخر يعني هنا أعطوني الضرب إذا غد نطاقل بواحد الضرب في هذا العدد شنو هو العدد هادي العددد بشغل نعرفه غنجي هنا وغنشوف هنا عندي واحد إذا كيفاش طاقلت عندي واحد عندي هنا هن عندي واحد وحن عندي أربعين إذا واحد بشحال غادي يعني فاش غنضربها بشتعطيني أربعون إذا واحد غد ينضربها في أربعين غد تعطيني أربعين إذا هنا ستكون عندي ضرب في 40 إذا هذه الوحدة التي أعطينا هي التي ستجعلنا نخرج العدد الذي ستضرب فيه إذا من هنا ستتجعل هذا العدد كاملين ستضربهم في 40 و ستعطينا الناتج لهم في السطر الثاني وهو الثمن بالدرهم إذا 3 لترات إذا ضربتها في 40 ستضربتها في 40 ستضربتها في 40 إذا 3 في 40 كم تساوي؟ 120 3 في 4 تساوي 12 وأضيفه الصفر ثم 5 أيضا أضربها في 40 يعني هذو كاملين ستضربهم في نفس العدد مدام 1 ضربتها في 40 ستضربتني 40 3 حتى هي ستضربها في 40 ستضربتني 120 5 حتى هي ستضربها في 40 5 في 24 وأضيف الصفر هي 200 9 أيضا ستضربها في 40 إذن 9 في 4 هي 36 وأضيف الصفر يعني 360 نمر للنشاط الموالي يبيع كتبي ستة أقلام بمبلغ سبعة دراهم يعني 6 دي الأقلام بسبعة دي الدراهم أستعمل الجدول تناسبية أو جدول تناسبية وأحسب الثمن الذي أداه عزيزه لشراء 18 درهم إذن نحن نعرف الثمن ديال 6 أقلام اللي هو سبعة دراهم إذن إلا إلا بغينا إلا بغى عزيزه لشراء 18 قدم وإذا single 1 thereof شحال будете خصوه ديال 2 فالTF evet هذا الشيء اللي غين عرفوه في جدول تناسبية إذن في الخانة الأولى عندي عدد الأقلام والخانة الثانية عندي القيمة ديالهم لي هو الثمن إذا في الخانة الأولى عندي عدد الأقلام إذا 6 ديال 3d 6 ديال 3d 6 ديال 3d باي شحال القيمة ديالهم سبعة ديال 3d إلا بغيت نعرف التمن ديال 18 قلم خاصني نعرفش حل غيكون عندي هنا وإذا بغيت نعرفش حل غيكون عندي هنا خاصني نشوف كيفاش نتعقلت من هنا لهنا إذن كيفاش نتعقلت من هنا لهنا كانت عندي 6 ولا 18 إذن فأنا ضربت في 3 إذن قمنا بالضرب في 3 6 في 1 6 في 2 12 6 في 3 18 إذن ضربنا في 3 إذن حتى هنا سنتعقل من هنا لهنا بالضرب في 3 حتى هنا سنضرب في 3 نفس العدد الذي ضربت فيه هنا هو الذي سنضرب فيه هنا إذن هنا عندي 7 في 3 تساوي 21 حسن جدا نعم نمر الآن إلى النشاط الموالي والأخير أضع علامة تحت كل رسم بياني يمثل وضعية تناسبية وأتحقق باستعمال الجدول في كل حالة إذن هنا عندي 3 ديال جداويل أو 3 ديال جداويل التناسبية و3 ديال تمتيل المبياني اللي كيمثل لي هذا الجدول هذا كيف ما قلت لكم في هذا النشاط أربعة اللي قبل أنه مني كيكون عندي هذا المستقيم بحلاكة يعني بشكل مستقيمي هنا كنفهم باللي راه عندي جدول تناسبية متناسب ولكن إلا كان عندي في هذا الشكل هذا أوتوماتيك مغال فهم باللي راه هذا ماشي جدول تناسبية إذن هنا من هذا الكوب هذا هو اللي غيبية اللي هي أن هذا ماشي جدول تناسب لا منقوم بالحساب دياله نعم إذن دبا مشون ملؤوها الجداويل الأخرى هذي إذن لاحظوا معي هنا عندي أربعة ها هي إلا سقطتها على هذا المستقيم هذا أسقطتها للعامود الآخر أعطتني تمانية هي هذه وإلا كانت عندي تمانية في هذا العامود أسقطتها على العامود الآخر سنجي حتل هنا وأسقطتها للعامود الآخر أعطتني ستة عشر وإلا كانت عندي أربعة وعشرون ها هي فستر تاني يعني ديال هذي العامود أربعة وعشرون وجيت حتل عند هذي المستقيم أسقطتها للعامود الآخر ستطيني إتنا عشر وإلا كانت عندي عشرة في هذي العامود أسقطتها على هذا شحل غادي تعطيني يعني تقريبا تقريبا غادي تعطينا عشرون كيف ألت Ar AIDS لا أشرح لكم في مرض سوف نحاول نشرح لكم بطريقة أخرى بذلك جديد معي ستعقل أن صيف ثابتها مثل من هنا الى هذي لاحظوا معي 3 0 فش لنضربها نسيق 25 سأضربكم تن competent 8 8 إذا ضرب kunt 16 12 أعشر إذا ستعقل إذا عشر�ته 10 اتطني عشرون اذا من هنا فانا كنت اقل من هنا لنا بالضرب في اثنان مفهوم نعم نمشي والجدول الثاني اذا لاحظوا معي هنا عندي خمسة خمسة عشر اذا خمسة خمسة عشر هي هذه خمسة خمسة عشر اذا كانت عندي ثلاثون اتطني عشرة ويلا كانت عندي خمسة عشر ها هي وطلعت مع هذا المستقيم هذا وسقطها اتطني خمسة واربعون ثم الى كانت عندي سيتون وسقطها اتطيني عشرون اذا فهي سهلة جدا 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 نعم اذا كانت منى انكم تكونوا فهمتوا معي هذا الطرس هذا ديال تقديم تناسبية جدول اعداد متناسبة